وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 254 قضية تمونية بمضبطات نحو 64 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 12 طن سلع غذائية كما تم ضبط 47 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 5 أطنان دقيقة مدعم وسكر تموينية كذلك تم ضبط 317 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 95 قضية خبز ناقص الوزن و69 قضية خبز غير مطابقة للمواصفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر